اهلا بحضراتكم عدنا بعد الفاصل سنبدأ في حوارنا الرئيسي في الحال يوم وزي ما قلت لحضراتكم قبل الفاصل هو حوار ساخن لانه يتحدث عن البرلمان الاسخن في تاريخ مصر والغريب ان البرلمان بدأت سخونته واشتعل قبل حتى جلسته الاجرائية الاولى وده يدلنا على اننا على مشارف برلمان يا رب تبقى هذه السخونة سخونة ايجابية يبقى سخونة فعليات سخونة مناقشات سخونة لجان سخونة قرارات سخونة قوانين مش سخونة ملاسنات وخناءات وصراعات وهو ده اللي بيخشى منه معظم المصريين على البرلمان القادم اشكاليات قانونية واشكاليات سياسية كمان ظهرت قبل انعقاد البرلمان حنقشها تفصيلا مع ضيوف الكرام اللي مشرفيني على الستوديو على الهواء مباشرة في الحال يوم اللواء الدكتور طارق خدر وهو استاذ ورئيس قسم القانون العام باكلمة شرطة ولمحافظة السابق اهلا وسلام سلام اهلا وسلام بسلام كل السنة وحراك طيب وسلام بسلام وسلام سعيد عليك وعلى الاسر الكريم يا رب شهر الله بإذن الله صدقنا العزيز دكتور محمود العليلي عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار بس اخيرها دكتور صح حضرتك حعيش ربما يزيد فضلك أذا ما نخش في النواحي القانونية التفصيلية في رأيك هي ظاهرة صحية هذا الاشتعال مسبق للبرلمان يعني المفروض أن احنا عايزين حالة سياسية مستقرة والمفروض البرلمان بإتمامه للاستحقاق التالت سيخارطة الطريق أو خارطة المستقبل اللي أعلنت في 3 يوليو هي مزيد من الاستقرار للحياة السياسية واستكمال مؤسسات الدول لكن يبدو أن البرلمان أتى ليشعل الموقع رأيك بقى شايف أنه إشعال إيجابي ولا إحنا شايفينه ده ظواهر سلبية قد تؤدي بنا إلى عودة لحالة عدم الاستقرار إلا أننا شايفوا الغاية دلوقتي وقبل ما يؤدوا اليمين وقبل ما الجلسة الإجرائية تبدأ لأنا شايفها الحقيقة وبدون أدنى يعني مجاملة لحد ولا التعدي على حد لأ ظاهرة سلبية قولا وحيدا سلبية أو طبعا لأن علمونا السيد سامر أن في علامات انظار مبكر لأي حاجة تحصل تمام فكون أن يحصل التلاسن وزي ما أنت قلت أيدك القول بدأ أو أسخن برلمان كما هو متوقع يبدأ حالة التلاسن وتوجيه التهمات والتراشق ببعض الألفاظ والبعض يقول أنه سيتقدم باستجواب ضد وزير كذا بشأن كذا يعني بدل ما كان يحدث هذا الأمر كان لزاما على هؤلاء النواب الذين صرحوا بمثل هذه التصريحات أن يكونوا على قدر المسئولية بمعنى أن الشعب اخترهم وبالتالي لابد أن يحترموا إرادة الشعب لذلك بعض أفراد الشعب يا سيد سامر بيسألني بيقول لي إيه المجلس ده؟ قلت له لأ مش أنتوا اللي اخترتوه وإحنا اللي اخترناه وإحنا اللي نزلنا اخترناه قوي يقول لك طب أنا منزلتش قلت له ده عذر أكبح من زامب منزلتش ليه؟ منزلتش يبقى برضو أسهمت في الإتيام بدون أسهمت إسهما كبيرا يعني اللي اختار أهو يمكن عنده زريعة أو مبرر أو حجة لكن اللي أنا شايفه وأتمنى أن محدش يزعل مني فيهم مقدمات تخوص مقدمات تنبق عن أن مجلس هيكون أسخن سلبيا لذلك إذا لم يتم وضع الأمور في نصابها الصحيح من أول أسبوع هتبقى إشكالية كبيرة لذلك أتمنى أن رئيس مجلس النواب القادم اللي ما نعرفوش حتى الآن يكون لديه الحنكة والقدرة على الإدارة والتزان الشخصية والثبات الإنفعالي والقيادة الحكيمة لكي يدير مجلس نواب مسلس هنرجع لنقطة رئيس المجلس بس أخذ رأي الدكتور العليلي في هذه النقطة هل تشارك اللواء مخاوفه؟ لا أنا الحقيقة ما عنديش مخاوف أنا كمان ما عنديش يعني موهبة التنبؤ بما سيحدث في البرلمان لا بس في مقدمات يا دكتور لا بس حقيقة أنا شايف أن المقدمات طبيعية لأنه الحقيقة المشكلة أنه في الطبيعي كان ينعقد البرلمان بعد إجراء الانتخابات بفترة وجيزة الحقيقة المسألة طالت هتبقى حوالي شهر ودي مسألة طويلة جدا في وقت الحقيقة الإعلام بيساهم بقدر كبير في الحالة السياسية أنا شايف أنه السلبية اللي في هذا الموضوع أنه حدث إنهاك شديد جدا للكثير من زملائنا من النواب يعني أنا أعتقد أنه كان عليهم في هذه الفترة أنه بدل من هذا الإنهاك الإعلامي أنه هم يبتدوا يشتغلوا على ملفاتهم الحقيقية فعلا بس هنا يا دكتور اسمح لي رغم أنه طبعا مش في حل أنه أنا دافع عن الإعلام لا أنا مش بتاهم الإعلام على فكرة على فكرة لا وأنا بقولك إحنا بنصدق بصراحة و بنصطفل مالعكنا كل اللي أنت عاوز تقوله وقوله ما عنديش مشكلة بلديش شغلتنا لكن في النهاية برضو هنا الكرة في ملعب النواب يعني أنا نائب تم انتخابي من شهر وعندي هذه الفترة ولقيت أنه مجلس النواب بتأخر انعقاده من نص ديسمبر لآخر ديسمبر دلوقتي المنتصف يناير أنا شايف أنها فرصة ذهبية أننا أعمل مجموعة مستشارين وحضر قوانين وحضر هعمل إيه بدل من أننا نتفرغ للوسائل الإعلامية فأنا أظن أنتوا لديتون الفرصة كنواب ده إنهاك ليس في محله بحال من الأحوال وكان من الأجدى أنه زملائنا من النواب أنه هما يستغلوا هذه الفرصة لإعداد ملفاتهم فعلاً للي هشتغلوا عليهم هنا اللي يخوف إلى دكتور وأنا اللي ممكن أكون متفق فيه شوية مع كلام ستلوة أنه إذا كان ده توجه الناخبين يعني أنا لو نائب أنا أسف لو أنا نائب عندي جبل من المهمات اللي عليها في الدورة البرلمانية القادمة فبدل أن أنا أتفرغ لدراستها والاستعداد ليها وأشوف استجوابات اللي هعملها وطلبات الإحاطة والمشاريع القوانين لها كذا وحلما يطرح عليكم المشروعات دي هقول رأي فيها إيه وأسأل فيها ناس أتفرغ لده ده يديني مؤشر على كيفية سلوك النائب داخل القبة ده هيرجعنا للجوهر اللي إحنا مفروض جايين نتكلم الحقيقة إنه ده مش دور النائب لوحده سيستامر وأنا بتكلم هنا يعني نيابة عن اللجان النوعية في حزب المصري الأحرار أو ماذا يحدث في حزب المصري الأحرار ده دور الأحزاب يعني ده دور الأحزاب أنها تعد كل هذه الملفات مش دور النائب بس دور النائب له دور في كيفية توصيل ده في كيفية فهم ده صحيح بس تكلم هنا على العمل المؤسسي بالضبط لأنه في النهاية الحزب هو الوحدة الأساسية لممارسة السياسة بس ما تنساش أن عندنا غالبية من المستقلين دي مشكلة تانية مع كامل احترام من العمل الحزبي اللي ممكن يظهر داخل البرلمان بس هتكلم عن تغول ظاهرة المستقلين داخل البرلمان صحيح طيب أخذ رأيي للسستر في فكرة أنه متفائل ولا الآن برضو لا لا مش متفائل ومش الآن لكن أنا عايز أفسر بس أسباب تقدر هذه الملسنات وهذه المعارك الشخصية اللي مدين النواب هي سببها في الواقع غياب الخلاف السياسي البرنامج السياسي المعاركة السياسية أثناء الانتخابات كانت كل المعارك الانتخابية في كل الدوائر تقريبا هي معارك شخصية لأن كل المرشحين في الغالب هم في جانب واحد يعني كلهم من أنصار 36 حتى لو كان من أنصار 25 يناير هو في الوقت أيضا من أنصار 36 وبالتالي ما فيش خلاف فيما يتعلق به الدولة مساندة الرئيس فكرة مواجهة الإرهاب ما فيش خلاف فأصبح التنافس يعني السياسة والأردولوجيات تالي من واحدة آه واحدة واحدة فبالتالي ما فيش خلاف انتخابي ما فيش خلاف سياسي انتخابي وبالتالي ظهرت مسألة المعارك الشخصية بعد الانتخابات بقى كل نائب بيكمل ما بدأه فهو عايز يلفت انتباه الناخبين في دائرته أيوة إلى أنه قوي وساخن في الأراضي هل ترى وهو عاش كده هي دي النقطة اللي تخوف بعض الناس من حجم الشوق الإعلامي اللي حصل لجازة التعبير إن احنا مقبلين على برلمان ممكن نسميه برلمان العنتريات شوية إنه هيبقى فيه استعراض للعضلات استعراض للقوة خصوصا إنه هناك شخصيات كثيرة جوه البرلمان عندها القابلية لده وبتحبوا بارعة فيه الحقيقة آه هيبقى فيه هو هيبقى فيه وده هيبقى ظاهر هو ما أخشاه إنه تبقى فيه عدوى داخل البرلمان إنه نواب آخرين يشعروا أن هذه هي الوسيلة والطريقة للظهور صحيح ليه؟ لأنه ما زال حد الآن هناك عدد من النواب بيعتقد إن المجلس مش هيطول فهو عايز يعمل معارك فيها شوه عشان يوصل رسالة للناخبين إنه موجود باستمرار أنا جامد بالبلدي كده أنا جامد وبالتالي أنا وكنت أنا أعتقد إنه المجلس هيطول شويه يعني تصورهم ومفهومهم حول إنه المجلس مش هيطول ده مش صحيح لذلك يجب أن يشغل باله ب زي ما قلت حضرتك إعداد القوانين الاستجوابات السئلة طلبات إحاطة اشتغل كده ده هيعمل انعكاس على دايرتك أنا في دايرتي اللي أنا موجودة هنا لنزلت انتخابات ولا ولا بنافس حد على حاجة النواب الأربعة اللي نجحوا في دايرة مبابة في مبنى فاضي تابع لمستشفى الحميات أصروا إنه يحاولوا المعهد القلب عشان يقولوا الناس إحنا أنجزنا فور نجحنا وجابوا موافقة من وزير الصح إلي الأسف وفق لهم على هذا الأمر وعلقوا بنارات في الشوارع إنه إحنا عملنا لكم إنجاز هيجوا الناس لأن الناس عايزة الحميات مش عايزة معهد القلب وبالتالي الغرض فيه أن يكون لك شو شو ممكن يبقى تأثيره سلبي عليك مش ليك تمام طيب هذه النقطة وقبل أن ندخل في القصة القانونية الرئيسية النقطة دي تعود بنا للحركة طرحته إنه هذا البرلمان اللي عمل زي الموزيك اللي فيه قدر من الشخصيات اللي بتميل إلى الشو والاستعراض وإظهار العدلات وزي ما احنا قلنا كده العنتريات شوية دون فكرة الأداء البرلماني الفاعل نعم محتاج إلى قيادة نعم للحركة قلتها هنا نخش فيه القصة الأزلية عنوانها مشارع عدل منصور رقم واحد وبرضو الحقيقة مش عارب بقى هل هو تردد من مشارع عدل منصور ولا هو مشكلة عندنا في الإعلام إنه إحنا مش عارفين نجيب المعلومة لأنه إحنا بلنا 4 أيام مش عارف سمعت حالات مقدمة سمعت قبل مجلس 14 خبر كل الموقع الإلكترونية فيها مشارع عدل منصور قبل التعيين مشارع عدل منصور ينفي مشارع عدل منصور استقال من المحكمة لا ما استقالش عمل مش هيعمل كذا فده رقم واحد رقم اتنين فيه فرق إنه حييجي من المعاينين أو ييجي من المنتخبين رقم ثلاثة مين اللي يقدر يسيطر على بالبلد كده على الهوجة دي يعني حتى لو في طرده جادر مشارع عدل منصور تتوفر فيه الصفات اللي حق قلتها الحنكة والانضباط وهو قاضي جليل طبعا فعارف يعني يدير جلسة ويدير محكمة ويدير مش عارف ايه وكذا لكن فيه في النهاية هو رجل دمت الخرق جدا صوته هادي جدا مش حيعرف مش عارف بقى سمعش انه وما يزعنوش مندي بس مش عارف يعني يسكت بالبلد كده لا حلها ازاي؟ معادلتها ازاي؟ معادلتها إن العضو المعين له ذات الحقوق وعليه ذات الالتزامات التي للعضو المنتخف ممتاز يكون من أحد المنتخبين أو من الثمانية وعشرين عضو منتخب أو نائب منتخب معين حيقوم السيد الرئيس الجمهورية بتعين ممتاز طيب هنا دستوريان كده تمام دستوريان تمام لأن طبقا لنجي بعض الناس فعل غلط يقول لك يعني ايه دا كده تغول من السلطة إن يجي رئيس البرلمان من المعينين ولعلم سيادتك دا بعض النواب للأسف هم اللي قالوا كده كده صحيح لا ممكن يجي معين من الثمانية وعشرين أو ممكن يجي من المنتخب صح ولاه نفس الحقوق وعليه ذات الواجبات اللي على العضو المنتخب طب الإشكالية من الشخصية الذي يستطيع أن يكون لديه خبرة وحنكة إدارية وفي ذات الوقت مفهوم قانوني يعني ايه مفهوم قانوني يا أستاذ تامر يعني مذاكر الدستور ومذاكر القوانين ويعرف يتكلم دستوري ويعرف يتكلم مدني ويعرف يتكلم جنائي ومفوه صحيح وقوي في اللغة العربية صح الإشكالية هنا أن أنت بيتردد على كل المواقع الإلكترونية زي ما سيادتك قلت هذا الأمر قابل أو لم يقبل سيادة المستشار عدل منصور طبعا سيادة المستشار عدل منصور في موقف حرج أنا لو ما كانه في موقف حرج أنا لو ما كانه كنت رئيس جمهورية مؤقت وخلصت مؤموريتي في أصعب أوقات مصر بامتياز عشر على عشر طيب حمسك رئيس مجلس نواب ممكن يكون فيه بعض الإشكاليات من بعض النواب طبعا بليها بس حدك قلت قلتكم الحلوة لو أنا مكانه لو حرك مكانه تعمل إيه لا أرفض أمسك رئيس مجلس النواب قولا واحدا بمتصر وارفض أخش من المعينين آه طبعا عشان أنا كنت رئيس للجمهورية أصلي أصلي هو يرفض يخش يرفض يبقى رئيس مجلس النواب أنا بقول لي ستك أنا لو ما كانه أرفض يبقى رئيس مجلس النواب وبالتالي أنا أبقى بقيمة وقامة أستاذنا المستشار عدل منصور وأبقى من المعينين وما أبقىش رئيس مجلس النواب فمن باب أو لا ما أبقىش من المعينين ما هو لو من المعينين تمام يبقى مواصل فحرك لو ما كانه لا ما أدخلش رئيس مجلس النواب وبالتالي لا أدخل من المعينين ده كان رئيس جمهورية مؤقت تمام أنا رأيي كده تمام نمرة اتنين طبعا لو قبل هل يصلح آه يصلح أقول لحضرتك ليه هو سيادة المستشار عدل منصور يعني يتميز قبل العلم وابدماثة الخلق بصبور هنا بقى ظرف مشدد على كل النواب أنا لما رأيي رئيس مجلس النواب بقيمة وقامت وقوة وحنكت وحكمة المستشار عدل منصور ألا يزالك يكون مدعا لي أنني أكون أكثر التزاما من أي نائب بل يتبار كل النواب في أن يكونوا أكثر التزاما من غيره يا دكتور من النواب أتمنى بصلي كويس كده اتفضلي النواب اللي احنا عارفينهم هم اللي حيبقى ضميرهم أدعى مش عارف إيه إن هم يلتزموا بدماثة ترخلوا أنا عارف إن أنا بتكلم في المستحيل بالنسبة لبعض النواب طبعا لكن لما تلاقي يا أساس تامر واحد أيوة أنا 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 كتامر أنا هكتشي 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 على دمي لا أنا هكتشي على دمي هتكسف هتقول ماش بس دي بعض الناس حقيقة عارف بقى لو بعض الناس اللي مش هيتكسفوا دول نهايتهم هتكون إيه أيوة هتكون بسبب ما يقومون به سيكونون أكثر بدل ما هم ما فاكرين إنهم عن ترية وما إلى ذلك هيكونوا أكثر أعضاء مجلس النواب بينفر منهم كل الأعضاء على سبيل التحديد هؤلاء ليه جنة راجل محترم يبقى ده ما يكونش مدعالية وننائب وقدوة أصلي تعرف يا أستاذ تمر يعني إيه النائب يعني مثال يعني قدوة نموذج زي ما بتبقى أستاذ بتخط خل مدرج لازم تبقى شكلا وموضوعا كم أتمنى ده أنا أتمنى طيب قولي يا دكتور إدارة مسألة البرلماند أنا عارف أنت مجهز كتير عن اللجان والقوانين أنا أسألة مسألة إدارة البرلماند هي مسألة دماثة الخلق وهدوء الالتباع أنا شايف الحقيقة أنه يعني عكس يعني هناك من ينادي بعكس هذا ودي مسألة الحقيقة يعني أنا أعتقد أنه خارج عن نطاق التصور أنه ننادي أن يكون هناك رئيس برلماند لا يتماز بدماثة الخلق ولا يتماز بهدوء الالتباع لا مش مسألة دماثة الخلق هو أصد بعض الناس خلينا أشركه في اللي أصده يقولوا الدكتور العالي يعني بعض الناس بيقولوا وفقا ليه مجموعة من الشخصيات مثلا تقارب 15-20 شخصية جوه البرلمان صوتهم عالي وأداءهم عن تاري يميلوا للشو والاستعراض وكثيرا لا يلتزموا بالأعراف ولا بالبروتوكولات البرلمانية ولا كذا وكذا وده متوقع هيبقى سلكم جوه البرلمان هل يبقى أصدهم حد صوته واطي وهادئ الطباع ودمت الخلق وبتاع خوف الناس أن النواب ده يأكلوا بالبلدي أنا أقول لكم مكلم بالبلدي فقال لك لا إحنا عايزين حد آه محترم وخلوك بس صوته عالي ويعرف يقعد فلان مكانه ويعرف يضبط فلان مكانه ويعرف يزبط مش محتاجين حد لا لا بلتاجي هل كان دكتور فاتح السرور مثلا رجل صوته عالي بلتاجي بالتأجيد لا هل دكتور المحجوب كان كده هل دكتور صبح عبد الحكيم احنا نتكلم على قيادات بالمعنى المحوم وبنتكلم على أعراف برلمانية راسخة وبنتكلم على نواب في النهاية يعني بغض النظر عن ممكن يكون فيه بعض اختلافات الشخصية اللي بين النواب وعلى فكرة دي مش جديدة لأنه في برلمان 2011 كان فيه نواب يتميزوا بحدة اتباع وعلو الصوت مثلا وكان فيه برلمان 2010 رازل لم ينعقد وكان فيه برلمان 2005 كل البرلمان السابقة كان فيها كل هذه الاختلافات وكل هذه التنوعات الشخصية ولكن في النهاية فيه قيادة وفيه أعراف برلمانية وفيه لائحة وعلى فكرة فيه توجهات كمان في اللايحة الجديدة اللي مفروض بيتم إعدادها إنها هيكون فيها إجراءات أكثر حدة وأكثر صرامة مع أي خروج عن الأعراف البرلمانية المعروف فما فيش حاجة تقليل لا أنا بص حقيقي أنا مش ألقين من البرلمان خالص بالعكس أنا متفائل جدا تجربة ديمقراطية في غاية الأهمية بغض النظر عن اللي قاله صديقي طار إن البرلمان يقعد ما يعودش جزء مهم جدا فيه العملية الديمقراطية هو يتحمل المسؤولية تحمل المسؤولية من الناخب بالضبط من الناخب وتحمل المسؤولية من النائب النائب يتحمل مسؤولية أداء وأداء المجلس ككل والناخبين يتحملوا مسؤولية اختياراتهم فنعتقد أنه هذه التجربة هتكون درس للناخبين وهتكون درس للنواب النواب يتحملوا مسؤولية أداءهم الناخبين يتحملوا مسؤولية اختياراتهم بغض النظر عن كان اختياراتهم صحيحة صائبة أم خاطئة وأعتقد أن ده سيتم تصويبه في مراحل تانية ودي التجربة الديمقراطية في العالم كله إحنا مش بنخترع العجلة ده كلام مظبوط ستسترق ليه يعني أولا أسمع رأيك في مسألة ملاءمة المشارعة عدل منصور لقاسة المجلس لو لقوا وقفك ودخل من المعينين خصوصا أنه فيما يشبه الإجماع يعني من الأحزاب والقوة السياسية لك لو وجد عدل منصور في المعينين وترشح لقاس نجاب هل انتخبه ليه؟ لأنه تقريبا هو شخصية شخصية لها تجربة فيما تعلق بإدارة الدولة أمور في لحظة دقيقة وصعبة تمام أعتقد أنه هذا المجلس زي ما حالك قلت في البداية تقريبا ملغم فهو يحتاج لشخص يعرف تماما كيف يدير الأمور بهدوء دون صناعة أزمات إضافية تمام يعني ممكن يبقى فيه رئيس مجلس نواب آخر يضيف للأزمات اللي بتحصل أزمات يصطدم به النواب أنا أتصور أنه المشارع عدل منصور له قبول حتى ممن يسورينا الشغب لا أعتقد أنهما يصطدموا به تقديرا لدوره السابق في رئيسة الجمهورية فكرة بس على فكرة هي حصلت على على خفيف على خفيف يعني ده مجرد الرجل لسه مجاش وفيه بعض النواب كده يعني إيه حابه إيه قولوله كش كش ملك لا هو على خفيف عشان طبع بالك باله ما يبقى وشه في وشه لا على خفيف عشان نوسع طريق لحد تاني ماشي ماشي من أعرض أنها بدأ بدأت الممحكات لكن لما يبقى موجود أعتقد أنه المسائل هتبقى مختلفة لأنه أعتقد أنه أفاهم تماما للقانون بدرجة عالية أتصور أنه شخص يعرف كيف يتحمل الصدمات اللي ممكن يواجهها هل هناك بديل بسرعة عشان نختم القصة دي لو فجئنا المسرعة المخصول دلوقتي ورفق البديل البديل هيبقى نقيد أنا ممكن أكتب الموضوع ده بحاجة زهارة خالص يعني إمكان الرجل الجليل المستشار عدلي منصور أو غيره الحقيقة في النهاية أمام كل النواب الموجودين هذا الرجل سيأتي بأغلبية وهيأتي يعني بتوافق عام في المجلس صحيح فالمسألة هتكون مختلفة إلى حد بعيد عن حتى رؤساء مجالس من اللي احنا ذكرناه معك ده كلام منضبط طيب اسمحونا هنروح لفاصل خلصنا الأمور السخنة لمعظم المشاهدين والمواطنين عايزين يسمعوها فاضل حتة صغيرة بس مش عايز أتكلم فيها شوية المتعلقة بالزميل توفيع وكاشا لأنه له رب يحمي وهو بيتكلم عن نفسه يعني أه أولا أنتعرفين إن برح صدر قرار من ها عم الاستثمار المسؤول عن منطقة التداج الإعلامي بمنع ظهوره الحرة الإعلامية المنع لمدة 3 شهور لكن ده على المستوى الإعلامي لكن طبعا حصنته وأداءه البرلماني وصفته النيابية مستمرة إلى إذا هو استقال منها زي ما كان بيهدد من 48 ساعة فأنا مش عايز أحرج ضيوفي بالكلام عن شخص معين يعني خلنا نروح لفاصل بعد الفاصل نرجع نتكلم بقى قانونا عن الإشكالية اللي بعض الناس بيكلموا فيها وفكرة أكتر من 700 قانون بين في 15 يوم حاجة عاملة زي كده الخل والوافي والعنقاء والغول والغول بعد الفاصل أهلا بحضراتكم عودنا بعد الفاصل بنستكبل حوارنا البرلماني حول البرلمان القادم انتهينا في الجزء والملاق توابل البرلمان أبرز ما يتحدث فيه المصريون حول مستقبل البرلمان رئيس البرلمان وأداء البرلمان نحن نتكلم دلوقتي عن النقطة القانونية الجدلية اللي كمان معظم المراقبين بيكلموا فيها وهي المادة 156 المادة 156 بسرعة جدا في سطرين حقول لكم بس حتى تبقوا معنا في القصة بيتقول إذا كان مجلس النواب غير قائم لهي الحالة اللي كانت قائمة عندنا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين على أن يتم عرضها ومنقشتها والموافقة عليها خلال 15 يوما من العقاد المجلس الجديد فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب عليها من أثار يعني يا دكتور شوف المادة 156 أصارت جدلا كبيرا من حوالي 13 وانا ليه رأي معين في هذه المادة أولا زي ما سيادتك قرأتها خلال 15 يوما كل القرارات بقوانين التي أصدرها رئيس الجمهورية تعرض على مجلس النواب خلال 15 يوما من انعقاده ده لو كان المجلس النواب غير قائم ثم الحالة التي تتعبدل طيب انت هتعرض على مجلس النواب خلال 15 يوم عرض خد بالك بقامل 3 تعبيرات ومناقشة وموافقة طيب افرض لم تعرض تسقط عرضت ولم تتم الموافقة تسقط بأثر راجعي إلا إذا رتب مجلس النواب بعض الأثار عليها في الفترة السابقة التي صدرت فيها وكانت نافذة فيها طيب الإشكاليات في كل الكلام ده ما يليه تقدر وأنا حبصتها للسادة المشاهدين جدا يا سستا أرجوك الخمستاشر يوم هل مدة إلزامية إن قرارات بقوانين تعرض عليها أم لا البعض بيقول لا ده معاد تنظيمي يعني لا يترطب على مخالفته البطلان وغير مقيد مجلس النواب بشأنه أنا بقول لا ده معاد ملزم متصل بالنظام العام ليه لأنه معاد ورد في الدستور وترتب على مخالفته جزاء والجزاء موجود وسادة قرأته صح إن إذا لم تعرض مصبوط لا غلاص واضحة دي تمام مدام منصوص علي في الدستور وله عقوبة يبقى تمام بند أصيل مش إجرائي معاد مش تنظيمي ده معاد ملزم يبقى لازم 15 يوم البعض بيقول طيب ما هي عبل ما نعرضها في حاجة اسمها لا يجوز التكليف بمستحيل يبقى دية ما نعرضهاش خلال 15 يوم نقولها كده في الأول ونحيل للجنة الدستورية والتشرحية تمام أنا بقول طب ما نصل إلى الحل اللي أنا هقول لي سيادتك عليه فضل خلي بالسيادتك أو سستمر التلات مصطلحات عرضوا من نقشة موافقة أنا رأيي ما يلي مجلس النواب بعد اختيار وانتخاب الرئيس والوكيلين والليحة ممكن يتم تعديلها تمام بعد ذلك يبدأ في القرارات بقوانين إزاي رئيس مجلس النواب عنده حصر كامل شامل بكل هذه القرارات بقوانين تمام يعرضها كالآتي السادة النواب لدي عدة قرارات بقوانين وهي وصل عددها إلى كذا ونص المادة 156 في الجزء الثاني منها لأن فيه جزء أول بس مش متعلق بالقرارات بقوانين متعلق بالتدابير بي نص على كذا وأرى أن مدة الخمسة عشر يوم متغيرة كافية لذلك أعرض لكم هذه القرارات بقوانين يقول كده إجمالا إن شاء الله ياخد ثلاث ساعات القرار بقانون رقم كذا بشأن الكينات الإرهابية القرار بقانون رقم كذا بشأن إعفاء رؤساء لجهزة رقبية المستقل يقولها كل جملة واحدة يبقى عرض تمام مناقشة هل ترون أن يتم الموافقة عليها حتى تكون سريع ولا يسقط أي قرار بقانون منها لحسن سير المرافق العامة وأنشطة الدولة ودلاب العمل تمام وترتيب للتشريعات التي يتم مناقشتها على أن يتم هذا التكليف وتقوم اللجنة الدستورية والتشريعية بالعرض خلال مثلا 72 ساعة أو 96 ساعة موافقة يبقى عرض وناقش ووافق يبقى الإجراءات القانونية سليمة سليمة هتلي أي إجراءات فيهم السليمة ووافق المجلس كده بالاقتراب تحضرتك على كل القوانين خلال 15 يوم يجي بقى بعد كده يبقى أنت طلحت منين من الآزمة أو الإشكالية بتاعت الخمسة بعد كده نفسص فيهم بقى واحد واحد اللجنة الدستورية والتشريعية هتعمل لساتك أجندة تشريعية ويشترط إلى جانب المدة أن يتم الانتهاء من مناقشة كل قرار بقانون في نفس أول دور انعقاد دور الانعقاد لا يقل عن تسعة أشوار تمام وبالتالي يجي كل قرار بقانون بعض القرارات بقوانين مثلا تشديد عقوبة القاء أي شيء في مياه نهر النيل هتاخد خمس دقائق مناقشة وبعد القرارات بقوانين هتاخد خمس ست سبع جلسات مناقشة صحيح إذن يبقى المجلس ياخد راحته بعد ما يوافق على وخلصنا من المأزق القانون بالضبط خلصنا من الإشكالية دي فكرة كويسة أو طيب دكتور علي اللي انت حناك مش بس عضو العليا الحزب المصير الأحران انت كمان رئيس اللجان النوعية نعم أولا إيه رأيك في الاختراح اللي بيقوله الدكتور رقم اثنين أنا عارف أن عندكم طرح في الحزب احنا الحقيقة متفقين مع الدكتور من حيث المبدأ يعني هو ده المبدأ اللي احنا بننادي به بشكل واضح ومباشر وحد جدا لأن المسألة الحقيقة سياسيا في غاية الخطورة فكرة ان احنا لا نناقش القوانين في خلال 15 يوم كما تنص المادة 156 بهذا الوضوح مسألة قد تضعنا في مأزق دستوري محترمة والحقيقة انه فكرة احنا ليه بننادي بدا لأن احنا بنخشى جدا الوقوع في أي نوع من المغامرات القانونية أي حد ممكن يخش يطعن على دستورية الإجراء الطعن على دستورية الإجراء الخوف منه ليس من المغامرة القانونية أو من الأهواء القضائية أكتر من الخوف من طرح ده على الإعلام الرأي العام ده هيحطنا في مأزق بلبلة للمرحلة كلها احنا بنتكلم على دستورة مرحلة المرحلة اللي بنتهت بتشكيل مجلس النواب والانتهاء من خريطة المستقبل بتشكيل المؤسسات الدستورية السياسية في مصر اعتقد انه من الخطورة بمكان ان احنا نعرضها أو نضعها على محاك عدم الدستورية أو أي نوع من الشكوم البلد كده احنا مش نقصين تماما تماما الحقيقة فعشان كده أنا متفق تماما مع اللي قاله الدكتور احنا عندنا طرح الحقيقة لو حداك قلت انه بنشبهها بالخل الوافي الغول والعنقاء والخل الوافي ولو رابعها هو منقشة عرض القوانين ومنقشتها وإقرارها في الخمستاشر يوم احنا عندنا جدول زمني واضح ومفصل للخمستاشر يوم بحيث ان احنا نقدر نخرج بالخمستاشر يوم بشكل دستوري بشكل واضح الحقيقة انه احنا مش بصينا القوانين اعتقد ان احنا عندنا نسخة من الورق اللي مع الدكتور علينا لان احنا لو نتكلم على ال700 قانون تقريبا لانه خلينا اقول لها حقيقة انه تقريبا مش عايزين نخد الناس بتقريبا و700 قانون و400 قانون لانه كل يوم بتصدق قرارات بقوانين لتسيير امور الدولة صحيح وده حتى في الوقت اللي موجود فيه مجلس النواب بيحدث احنا لما عملنا شلنا القوانين اللي من سلطة رئيس الجمهورية فدل حوالي 300 قانون منهم حوالي 170 قانون من الموازنة العام والباقي القوانين هي الموجودة قدام حضراتكم لو بدأنا نوزعها على اللي جان ممكن بحال من الاحوال انه يتم عرضها ومنقشة لانه في مسألة الحقيقة في كل برلمانات العالم مش برلمان المصري فقط انه يجب التلاوة القانون يجب ان يتلى مادة مادة وده مسألة لانا استطيع بحال من الاحوال الفكاك منها عشان كده هي فيما مسألة لما اتكلم المستشار العاجاتي على الموضوع دوت بشكل عملي قال انه فيه صعوبة عملية لانه احنا مثلا لغاية شهر يوليو اللي فات لما بدأنا نشوف عدد القوانين اللي صدرت لقينا ان احنا قدامنا حوالي 17 ألف ورقة ونص يعني طبعا فيه صعوبة ولكن مفيش استحالة نقدر ان احنا نعدد ده لدسترة المرحلة وخطورة المرحلة ان احنا نخرج بأي نوع من اي ثغرة قانونية او دستورية ينفذ منها اي مغامر او اي واحد يحاول ان هو يهز هذه المرحلة هل تشرح لنا الخريطة سريعا الخريطة زي ما هي موجودة اعتقد ان احنا بنتكلم على كيفية توزيع القوانين للأسف دي واضح ان فيها مشكلة إلكترونية المسألة بشكل واضح احنا بنحاول ان احنا بعد الاجراءات وبعد الانتخابات وبعد وضع ليحة انتقالية في الوقت لانه فيه كمان الدستور الدستور بينص على انه المجلس يضع لائحته بقانون ولكن لانه فيه كثير من مواد الدستور اللائحة اللي موجودة غير دستورية ففيه يعني كثير من مواد اللائحة يجب تغييرها فيه وقت بين اللائحة القديمة واللائحة الجديدة يجب ان يكون هناك لائحة انتقالية لمناقشة هذه القوانين ومنقشتها واقرارها والحقيقة انه خلينا اقول كل الزملاء اللي موجودين في الساحة السياسية وكل القوى السياسية كل الناس عندها بعض التحفزات على بعض القوانين لو احنا بنكلم على القوانين الخلافية القوانين الخلافية لن تزيد عن عشر قوانين لو بنكلم على قانون الاستثمار قانون الخدمة المدنية قانون الرهاب قانون تنظيم التظاهر كل هذه القوانين ما تسمى بالقوانين الخلافية اما القوانين الاخرى أغلبها قوانين تسيير أمور الدولة فهي المسألة حتى لو عندنا بعض التحفزات خلينا نعبر المرحلة دي في الإطار الدستوري أنا بتكلم بشكل إطاري مش بتكلم بشكل فني ولا بشكل مادة مادة كلنا عندنا بعض التحفزات فعلى الزملاء اللي لديهم بعض التحفزات ومنهم حزب المصريين الأحرار اللي لديهم بعض التحفزات على بعض المواد في بعض القوانين نعبر هذه المرحلة دستوريا ونؤمن المرحلة دستوريا وبعد كده نشوف لأنه هذا هو مجلس التشريع المجلس من حقه أن يغير فيه المواد من حقه أن يطرح قوانين جديدة يعني الدكتور علي هنا قصده أنه أنت كنائب وكمجلس صلاحيتك دي ممدودة طول المجلس طبعا يعني مش مقصورة عليك في الخمساشر يوم ولو عددت الخمساشر يوم أنت في أي لحظة من حقك تعدل أو تقترح أو تطلب طرح الثقة أو تعديل وتغيير أي مادة في أي قانون أنت عاوزه نعم أسمع لك في الخروج من الإشكالية هو الإشكالية دي بتعدنا للسؤال السابق حول رئيس المجلس وبالتالي رئيس المجلس يجب أن يكون قادرا أيضا على تجاوز كل هذه الأرقام المخيفة من القوانين اللي يجب أن تمر خلال خمسة عشر يوما وإلا يتم حل تسقط هذه القوانين وبالتالي أتصور أن هناك ضرورة لوجود مشار عدلي منصوب هذه واحدة الأمر الثاني هو أنا أتصور وهذا يعني ما عرفش من ناحية القانونية الدكتور موجود ممكن يبقى يرد بعد كده إنه من الممكن تمرير كل القوانين زي ما قال الدكتور محمود كل القوانين ما فيش عليها خلاف يعني هناك قرارات بقوانين وهناك قوانين خاصة بدولاب العمل اليومي في الدولة المصرية صحيح القوانين اللي احنا نختلف فيها هتبقى عددها إليه مزبوط ممكن نضع جملة موافقة من حيث المبدأ ثم نناقشها فيما بعد ما عرفش من أن الدكتور قاله أصل هي كلمة الموافقة من حيث المبدأ لا تجوز على قرار بقانون صدر وإنما تجوز على مشروع قرار بقانون لكن انت بس أمامنا سوى اقتراح الدكتور كله واقتراح الدكتور اللي هي الموافقة جملة واحدة على القوانين ثم إحالتها ثم إحالتها وتفسيصها واحد واحد بعد كده وإنما عيد بقى مناقشتها مرة تانية بدون طيب السؤال الصعب هنا وده أنا أعجبني أن انت مسك لقطة رئيس البرلمان هي دي سلطة مين يعني إحنا في النهاية سابت اللواء بيقترح وحزم وصين أحرار مقدم اقتراح أو طرح مهم في هنا وحزم بتقول أنا رأيي أنه كذا مين اللي بت يعني هذا رئيس البرلمان هو اللي يقول لهم يا جماعة يلا بينا حنعمل كذا أنا بعرض عليكم المشروعات كلها أو القوانين كلها وتكادت تبفرد قال كده وطلع نائب وقال أنا رافض انت بتعمله ده سيادة رئيس المجلس وحنقش واحد واحد وعايز تفصيله تفصيله وصطر سطر ده اسمه بقى البحث عن مخ المجلس فمعنى أنه مجلس النواب لازم يبقى له عقل ولا هنا هنروح للإئتلاف لا 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 فيه تصويت يعني لازم يبقى فيه تصويت عجبتكش حتة الإئتلاف دي؟ لا دي عجبت دي أنا عايز أتكلم فيها بعد لا بني طبعا هي عجبتنا أنا بصدح نعمل لها حلقة تانية للإئتلاف دي هي عجبتنا أنا طيب نعم طيب بسريعة بسهر حتى نحن ندخل خلاص بتغير تهرب مننا هو يجب أن هناك عقل ومخوانا أتصور أنه ستصارق الديني مين العقل العقل هو رئيس المجلس الفاهم رئيس المجلس الفاهم أنا بقولك طيب هو فيه رئيس مجلس فاهم ومقتنع بالتصور وطرحه ثلاثة أربع نواب طلعوا قالوا مش عجبنا هذا الكلام وده تحايل على فيه أغلبية فيه أغلبية رأيك يا دكتور لا أنا رأي أنه ده مطروح وده مطروح يا أستاذ تامر يعني إحنا بنترح ده وفيه أراء أخرى يعني فيه أراء فقهية دستورية أخرى بتطرح مسألة تانية ولكن الحقيقة إحنا برضو بنصر على دستارة المرحلة لأنه الحقيقة مهم جدا للمجلس ده أنا متبقى معك على المبدأ على الهدف الهدف لأنه الحقيقة لكن الوسيلة مش عارفة أصلاح كذلك لا إحنا بنترح ده وما بقول لحكي الرأيين موجودين الحكاية أنه مسألة دستارة الموقف أو دستارة المرحلة السياسية مهمة جدا وأهمها المجلس نفسه لأنه على أساس هذه القوانين قانون من هذه القوانين كان قانون انتخابات المجلس نفسه إذا لم يتم إقرار هذا القانون المجلس نفسه بيضع نفسه على محق الأعلم الدستورية طيب قل لي يا دكتور الحاجة التانية بس أنا أعلم جدا أنه مسألة في غاية الأهمية أنه لما بنرجع للمشرع وبنرجع للدستور لو كان هناك أي مشكلة لكان المشرع وضع ده في باب الأحكام الانتقالية وهذا لم يحدث هو تحط في مدى من أنا تهيال الحقيقة أنهم متخيلوش أنه ممكن يكون عدد القوانين ممكن يبسهمهم حتى هؤلاء مفاكرين أن انتخابات مجلس النواب كانت حتم قابل الرئيسة صح فأنا نتكلم عن عشان تنزيل في ثانية ممكن رئيس مجلس النواب يشكل لجنة معينة من خبراء دستوريين برا المجلس لا لا من المجلس طبعا واللجنة تعرض ما انتهت إليه وهي تم التصويت عليها بالموافقة أو عدم الموافقة بالأغلبية ده الحل الوحيد وجهة ناصر يا خبر النهاردة بفلوس بكرة حيب أبقى بلاش شرفتني يا ستلوها دايما بنستفيدك أشكرك وإسمح ليقولك على الهوى أنت مش هقول إعلامي محترم أنت مزيع محترم العفو ده شرف وأنت تعلم الفارق بين الإعلامي والمزيع ده بس من زوءك وأصلك طيب يا فردم شكرا جزيلا شرفتني يا دكتور شكرا جزيلا ولينا جوالات البرلمان لسه بدري عليه لسه جوالات حوارينا شرفتني يا ستلوها شكرا جزيلا وكل سابعا كل سنوحراكم بخير وأصرتكم الكريمة بخير يا رب إن شاء الله أشكر حضراتكم خلصت حلقتنا النهاردة بكرة أشوفكم حلقة جديدة الحياة اليوم في أمان الله